من الرياض ينضم إلينا سلطان البازعي الكاتب الصخفي سيد سلطان مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة سعيد بتواجدك معي مجمع ملكي للفنون ضمن مشاريع الرياض الجديدة الرياض أرض ثلاث صالات سينما أربع أكاديميات فنية سبعة مسارح مركز ثقافي تعليمي للأطفال متاحف للفلك للفضاء للعلوم للنباتات للعمارة هل نحن أمام هوية جديدة للرياض؟ بسا كلام الخير خالد أعتقد أنتم زي ما وصفتوها أن الرياض الخضراء أنا أعتقد أنها ستكون الرياض الثقافية عاصمة للثقافة بشكل حقيقي وواقعي أرجو أن يكون عندك وقت لأن المشاريع الأربعة كلها فيها عناصر ثقافية ليس فقط مشروع الرياض آرت كما ذكرته هو مشروع يهدف إلى وضع الفنون والجمال في حياة الناس بشكل يومي وبشكل مستمر سيكون الفنون موجودة معهم في محطات المترو في الجسور المشاة في الأنفاق في الطرق في الميادين في ملاعب الأطفال أيضا ملاعب الأطفال ستصمم من قبل فنانين عالميين فرصة وجود ألف عمل فني من الفنون التركيبية أو الفنون النحت في الميادين العامة وجود أعمال فنية أيقونية بمعنى أن تكون معروفة الرياض بها ستكون جزء من معالم الرياض الرئيسية كما يحدث في كثير من عواصم العالم وجود أعمال فنية تعبر عن هوية هذه البدينة هذا المشروع لا شك بغاية الضخامة بحد ذاته لكن أيضا في المشاريع الأخرى يعني عندك مثلا مشروع مثل الملك فضلت يعني في حديقة الملك سلمان المجمع الملكي للفنون اللي كان فيه عملية تحزير وين رح يكون موقع هذا المشروع منذ أن سمعنا به في برامج التحول الوطني لكن ظهر الآن أن إن شاء الله في حديقة الملك سلمان سيكون هذا المجمع الضخم اللي يحوي كما ذكرت في مسرح وطني يستوعب 2500 مقعد في خمسة مسارح مغلقة أخرى في نفس المجمع في مسرح مفتوح يستوعب 8000 مقعد في ثلاث قاعات سينما في أربع معاهد أكاديميات للفنون المتخصصة في مركز تعليمي لتطوير المواهب للشباب والصغار سبع متاحف بالإضافة إلى الأعمال الفنية المختلفة اللي في الحديقة ما الذي سيتغير بعد ذلك أستاذ سلطان يعني إن أكاس على الحركة الثقافية والفنية في المملكة لما يكون عندنا كل هالأمور موجودة في قلب العاصمة الرياض تستطيع الوصول لهم الكثير من المنافذ والطرق بالمترو أو بطرق من شمال وشارك وغرب فكيف ستنعكس اليوم عندنا حوالي 60 إلى 70% من الشباب وهناك علامات استفهام كثيرة حول الواقع الثقافي أو المحصول الثقافي لهم فما الذي سيتغير بعد ذلك؟ يعني بداية تاني خلنا نقول أنه الانعكاس الأول على الحركة الفنية السعودية ستؤثر بأن الفنانين السعوديين سيعملون جنبا إلى جنب مع فنانين عالميين في التنافس لاحتلال مواقع في المدينة المسألة الثانية أنه سيكون هذا يعني يرفع الحس الجمالي لدى المواطنين عامة وجود القطع الفنية المميزة أمامهم في كل مكان لا شك أن هذه تحدث أثر إيجابي على النفسيات على علاقة الإنسان بمدينته علاقة الإنسان بالمرافق التي حوله سترتفع حتى المستوى التعامل الحضاري مع هذه المرافق مستوى التعامل الحضاري مع الآخرين وجود الفن في حياتنا خالد لا شك أنه يؤثر بشكل إيجابي كبير جدا على كل عناصر هذه الحياة لذلك أنا أتوقع أيضا أنه وجود هذا سيؤثر على أنه تظهر مواهب جديدة من خلال أنه ارتباط الناشئة بهذه الفنون جيد لكن عندما يتم اطلاق المشروعات الكبرى هذه النوعية في الرياض فإننا لن نتحدث طبعا بالتأكيد عن نهاية هذا المشوار نحن في بداية المشوار وبالتالي صحيح الاهتمام يجب أن يكون مصبا على التحديات التحديات أمام مراحل التنفيذ فما المطلوب لتنفيذ مثل هذه المشاريع لضمان عدم تعثر أي منها خلال الفترة القادمة خاصة المملكة كانت تعاني من تعثر المشاريع في كثير من مدنها في كثير من النطاقات والمجالات المطلوب اليوم ماذا سيد السلطان يعني أولا بحمد الله أنا محظوظين في أن وجود قيادة حازمة قررت تنفيذ هذه المشاريع في أصعب مكان يعني أن تنفذ مثل هذه المشاريع النوعية الضخمة في مدينة مثل الرياض بحجم مساحتها عدد سكانها مدينة تحتوي ربع سكان المملكة في مساحة شاسعة جدا في مساحة دول وفيها تحديات كثيرة نفس المدينة فوجود هذه المشروعات النوعية أن تبدأ في الرياض يعني أن القبول التحدي الضخم جدا في أصعب المواقع حتى يمكن تنفيذها في المدن الأخرى بسلاسة أفضل أكثر المسألة الثانية أن هذه المشاريع تأتي ضمن أو تحت إشراف هيئة المشاريع الكبرى لرأسها سمولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهذا يعني في جدية يعني لا تترك مجال لأن تدخل هذه المشاريع في دهاليز البيروقراطية المعتادة هناك مشاريع ستنفذ وبحزم كامل جدية وشغف خصوصا في نعم في موضوع الثقافة بالذات يعني أعتقد أنها تأتي مترافقة مع إعلان استراتيجية وزارة الثقافة الذي سيتم في نهاية هذا الشهر وهذا يعني أنه فيه تواكب مواكبة كاملة لمثل هذه التطلعات ستكون متواكبة مع الاستراتيجية التي ستعلنها الوزارة يعني متوقع مؤمل منها كثير فبالتالي نأمل إن شاء الله أنه نرى ليس فقط الوجود هذه المشاريع لكن هذه المشاريع ستكون جاهزة للتشغيل فورا انتهاءها فورا كيفك مع الرياضة استاذ سلطان؟ يعني خاصة أنه مهتم بالجانب الرياضة مع الرياضة ايه؟ الرياضة أنا شخصيا سعيد لأنه مؤخرا ارتبطت برياضة المشي فبالتالي المنطقة اللي حول بيتي في الدرعية يعني هي المسار الرياضي يبدأ من طريق الملك خالد باتجاه الغرب باتجاه الشرق عفوا الممشى هذا بالذات هو المنطقة الفنون في المسار الرياضي فبالتالي سيكون مكان يعني مريح شخصيا لي وممتع والكثيرين أيضا وممتع طبعا أنا أشكرك شكر جزيل على توجدك معي سلطان بازعي الكاتب الصحفي كنت معي من الرياض